اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما الطاقة الوقزان الخسفيد بيتحول لillyص دي ايه ثمي ايها قونا نجيه لسما H7D نجيه قونا نجيه قونا نجيه دك القونا نجيه بيه أوليه بدتها طيب. الفوسفو بينول بايلوبيت ده كان بيرجع تاني بالخطوات الريفيرزة والنواز ايش يوليس كده يبقى اسمه اتنين فوسفو جيليس ريت اللي هي خطوات جيليجورسة قعدة احنا قد نعرفيها ونبتباهش عشان نحضرها والاتنين فوسفو جيليس ريت ده كان بيتحول بحاجة اسمها الميوتيز لحاجة اسمها الثلاثة فوسفو جيليس ريت والتخرب عكس جيليجورسة والتنازة فوسفو جيليس ريت ده كان بيتحول بحاجة اسمها تنازة بسكوسفو جيليس ريت و الواحد تنازة بسكوسفو جيليس ريت ده ده بيتحول سمها جليس رلenev تري فوسفيت لو انت بسطس لم encuentra مربعك سكه بازل جلسا عنده هاي بطيف كان يديها ايدروجينيز وبدأねぇ هو ده لفوسفيت ما عندانوه وبنديلش بس خيرش كان بيقى واحد تلاتة وبعد كده ممشي بوزفيته ويبقى تلاتة وبعد كانت اللي يبقى اثنين وبعد كانت مشير المية قادم يتحولوا ليو بيو بي. اشتة ده انت تحاضزها كوي ساوي بس الجنريك ده بالعكس ممكن ان نفسك ده انا بطاك او لحاجة. يبقى انا قدت فوسفو يو بيو بي. كل ده كان خطوات البيزر و البيزر كنت أعطيها الخطوات يجبيني كيها اليهو بص جرى ثلاثة فسفو جليسيين بقى واحد ثلاثة فسفو جليسيين بقى واحد ثلاثة فسفو جليسيين لأننا كنت أقول هنا فيه لو تتكلم يعني معناها أنه أرهبت الـ ATB حولته الـ ADB لما كنا نقوم بماشيين في البيزر كنا نقوم بقى طريقة تديني لأن انا كنت ماشيين في الـ ATB لأن انا كنت ماشيين في الـ ATB بس لو انا جاي بقى من البلوكوني وجينيسيز بالوقت يبقى انا هستهلك فدي واحدة كمان وبعدين وصلت الحاجة اسمها جليسيين في الـ ATB وأنا سأقفر يبقى الى الوقت اللاكتيت الواحد عشان يتحول جليسيين في الـ ATB استهلك طبق الـ ATB عدوا معاك الـ ATB الـ ATB الـ ATB الـ ATB الـ ATB الـ ATB عشان احوله لجليسرا الضهاية في الـ ATB الـ ATB استهلك كم؟ طيب لو انا عندي لكتت تاني جبت بقى لكتت تاني هوت كمان لكتت الـ ATB جليسرا الضهاية في الـ ATB احاوله لكتت تاني هوت يبقى تلاتة كمان؟ نفس المعادلات دي يبقى كمان تلاتة يبقى انا عندي الـ ATB تحول لجليسرا الضهاية في الـ ATB جاب تلاتة استهلك تلاتة والـ ATB استهلك تلاتة وصلت الكام جليسرا الضهاية في الـ ATB الـ ATB صحيح؟ ماشي واحد من الـ ATB دول محوله لدهب بص يبقى انا عندي جليسرا الضهاية في الـ ATB الـ ATB الـ ATB ينفع تحول واحد يوم لدهب ينفع تحول لدهب ينفع حول لدهب الـ ATB يستهلك طفل ويحنا قلنا ان جليسرا الضهاية في الـ ATB مع الدهب يمكن يتخذ مع بعضها في الـ ATB واسمه أطوليس ويدنحها اسمها فاراكول 16 وانا ممكن ان اتعلموا للـ بلوكروس من جلسرا الضهاية في الـ يبقى انا كل اثنين لكتب كل اثنين لكتب بيجولي جولكروس وبيستهلكوا طفلت دي وانا بيتحول الـ ATB والـ ATB بمعددات الواضحة كل واحد فيهم وانا بيتحول الـ ATB اتبقى لدي جلسرا الضهاية في الـ ATB أتبقى منضي حتى تلماته وفي الـ ATB وفي الـ ATB بتوعي الكتاب وكمان تلفة زيهم بتوعي الكتاب لغاية نواصل بكريسة الظهري المنتهب يتحولوا بعد كده تنهي للجوليكوزة. هي مشكلة باي. نيجي للسؤال الان. ما عندنا لو جرت حالة زي الفرق كاينيز. فانا مفعلش حالة. حالة زي الفرق كاينيز دوت. ودي الزي الفرق كاينيز ده. احنا قولنا لو حصل فيه الفرق كاينيز ده بالفرق كاينيز. قولنا دي حاجة كده مفيش غير من الفرق كاينيز ده احضوا ليز بيه ده لو حصل فيه دفكت. دي كيس مهمة ليبدن اسمها هريديتري فاركتوز انتوليرانس. او اسمها فاركتوز انديوست هايبو جيليستيميز. تركز معي كويس. وقلنا العيان هنا دخل في هايبو فضيحة جدا. وعشان كده الكيس دي مهم قوي. والعيان ده مدخلش في هايبو بليسيميز. معين القانون اللي هيدقولك كان بيقول كده. كان بيقول ان الجالكتوز او الفاركتوز لو زياده هيقل الجلوكوز في الدم. والعيان دخلش في هايبو بليسيميز. نتيجة ان الجالكتوز والفاركتوز ده بيعملوا انهيبشا. لانزيم مهمة. احنا اتنا نحصة اللي بيهد اسمه جلايكوجين. فوس فوليوليز. يوقفوه يوقفوه الانزيم ده. فالانزيم ده انا بيديش جلوكتوز. صح يا? انا قدوا. تكون كم انا قدوا. السؤال كان ايه بقى? الفاركتوز ده بيحول ايه? بيحول الفاركتوز. ايه بقى? اتنا? لحاجة اسمها فاركتوز وانفوس فيد. وبعدين الفاركتوز وانفوس تيت ده بالقلدوليز بيه بيتكسر بعد كده. الحاجة اسمها ايه? دهب. وحاجة اسمها جلسة ضعايل في فوس فيد. او جلسة ضعايل بيحول اسمها. طيب. بصوا معنا. هو القصة في ايه اصنامها? انا دلوقتي لو اقفت انزيم ده. انزيم ده هو ايه? ايه اللي بيحصله? يقولي الفاركتوز ده بيعلم. صح اللي بيناره? صح? صح يا? الفاركتوز ده بيعلم. طيب. الفاركتوز ده واحده. تأثيره ضعيف جدا 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 على الجلائجو جميس ويت. يعني كان فاركتوز كده. تأثيره ضعيف. اه بيعمل انزيم ده هو نفسه. هلوست انزيم ده هو. يعني هو نفسه بيوقع في الانزيم ده. بس بنسبة قوية اللي بيوست ضعيفة ايه بيوقع في الانزيم ده. طر جميل ماشي. اما لو الانزيم ده اشتبال. يقولي هيحول الفاركتوز لانفاركتوز واحد. كويس. وبعدين. هولقف بقى الانزيم ده. يقولي طب ما الفاركتوز واحد هيفضل زي ما هو. مش هيتحول الحاجة مش مستديد بيه صح جدا. انت راح ببالك ان انا كده بعمل حاجة جميلة او عادة بعمل ايه. بس تهلك الفاركتوز اللي الجسمي عال مفيش. تاني. عادي اخوة عامل ايه. باخد الفاركتوز احط عليه الفاركتوز وسيط. الفاركتوز ده هم بيرجعليش تاني. تفاهم? مستبيتش بي تاني. لان هو فضل اسم ايه? ها? فاركتوز واحد فوسفيت. لان الخطوة اللي بعدها وقت. وبعدين الفاركتوز يتحول ليه? ها? للفاركتوز واحد فوسفيت. الفاركتوز يتحول. يبقى انا كده في الخطوة دي. لو انا عمال انا مشاكل الخطوة دي ده. لي مش بشاكل اللي بعدها. انا بعمل كده حاجة اسمها ايه? ها? اكتبها عندك اسمها. وما تنساش ان الخطوة دي تحصل في اللبن. لقد قلت الكلام ده. قلت عشان دي كله في الاخر. فدي بتحصل في اللبن. يعني حضرات كل وظيفتك دلوقتي. لو انت عمالت شغل الخطوة دي. ومواقف دي. عمالت يعني ايه? تستهلك الفوسفيت اللي في اللبن. تقول لي طب ويعني. اقول لك جميل انا. هو الجلايكوجين فوسفويوليس ده. محتاج فوسفيت? ولا بيشتغل بالمية? انا قلت احصل الجادس. دهو. وهو بيكسر الجلايكوجين عشان يطبع بده بلوكوز. بيحتاج هو كمان فوسفيت ولا مش محتاج? اقوله محتاج لانه بيطلع بلوكوز ايه? واحد فوسفيت. فيقول لك اللي بيحصل ببساطة ايه? ان انا كده مشاكلة للخطوة دي. من الالما استفيد بيها يعني من الالما اضبط ما يطبلي الفوسفيت الاحر. بس من الانزيم اللي اسمه الجلايكوجين في اللي بعمل الفوسفيت اللي في اللي با. كل شوية عاملا ااخد الفوسفيت طابو عليم مش اسبيت بيه. ااخد الفوسفيت مش اسفيت بيه. يبقا انا عاملا اعمل اجلايكوجين ايه محتاج. فيبقى الانهيبشن اكتر. اشدد. يبقى لما يسألني يقول لي. ليه الانزيم الاولان يتأثيره عن على الجلايكوجين الفوسفيل اللي ليس ضعيف? والانزيم التاني تأثيره اقوى. اقوله الاولاني كل اللي عمل انه هو على الفلاكتوز شوائد. بس لاجه محيط الفوسفيل والقرب منه. او الفلاكتوز ده او الجالكتوز تأثيرهم ضعيف على الجالكتوز بيعمل انه مش مقابل بس حاجة جدا ايه بسيطة. لو انا سبته يشتغل يعني او ده اللي موجود. والمشكلة ده يبقى انا عمنا احاول كل الفلاكتوز في قصة اللي عنده واحد فوسفيل واحد فوسفيل. وخلاص. يبقى انا عمنا اعمل يونت رايزيشن للفوسفيل. الملأ اساسا محتاجه عشان الجالكتو دي يوليز. في يوم الجالكتو بشهد فوسفيل ذوق. لانه مش لايه الفوسفيل اللي بيشتغل ديه. ده الالتقصر دي. عشان جدا ايه اللي فاتت في الجالكتو زيني. كان كان الانزيم اهم. الاولاني والالتاني. اللي بيقصر اكتر. اقوله كان الجالكت وكاينيز عشرة في المئة بس اللي هو زي ده وكان اللي بعديه اللي هو بقى يبقى دائما اللزام الاولي مش مهمة اللزام التاني مهمة لان اللزام التاني هو يبقى لك انا تعمل نيجى على السؤال التاني احنا هناخد في المنهج حاجة تقديل قوي اسمها جيليتك ديزيزيز استنادي هنعرف جيليتك ديزيزيز كتير قوي الكلمة اسوالي انا هتبقى من دول هتبقى لهم عندك في وقت هيفضلوا معاك لغاية سنة خمسة في تانية وفتالتة وصابعة هتبضل تتكلم على جيليتك ديزيزيز اوش عاكي عن ايه لغاية بقى يشوفونها المصطلحات كده عشان تبقى ما تيجي تقرى اي جيليتك ديزيز طيب جيليتك ديزيزيز لو نتبقى احنا سنة اللي بدت كان عندنا كرموزوم جي كده وكان الكرموزوم زي دول تقادوا عشرين بير اتنين وعشرين وحاجة اسمها اكس اكس او في واحد تاني سنة اكس وار اي خلية فيها اتنين وعشرين بير او في الكرموزوم لوحدهم وبعد كده البير اخلالي هيبقى اكس اكس ام اي باي اكس وار الاثنين وعشرين دول هم اللي بيقلوا كل الصفات المرسية عندنا طولك ورولك وشعرك وعامل زي وتاع كل ده وكل الانزايز والفوردينز كل دك اللي تنينوا عشرين اللي فوق والاثنين وعشرين والاثنين وعشرين دول بسنين عن الاسكس فعشان كده بيسموا البير ده سكس كرموزوم سكس كرموزوم طيب هم مات بيسموه عشرين دول ايه بيسموهم اوتوسومال عشان بيعملوا حاسمها اوتوسومز بني اخلاليك اسمه كلها الليفر بقى و الكدني والسكين والبون كل ده اسموه اوتوسومز فبيسموه الاثنين وعشرين دول اوتوسومال كرموزومز يبقى انا عمدي كم نوع من الكرموزوم كم شكل جوة اولو عمدي الاثنين وعشرين دول نقل ايه خط الاثنين تشاول عني وعندي السكس كرموزومز اللي هم X X او X وido المرض الوراسي ده بيتنقل على الكرموزوم يعني يبقى الجين فيه مشكلة في القب فما يتنقل يتنقل الجين ده هو ضغط للابن. فالمرض الواصل اللي عمد القطن يبقى تنقل عند الابن. يبقى الجينيتيك ديزيزيز دول بيتنقلوا عند كورميزومس دي. فقالي طب سهرة كده. يبقى الجينيتيك ديزيزيز نوعين كبار. لو الجين اللي ضايز في واحد من الاتنين وعشرين دول نسمي الجينيتيك ديزيز أوتوسومل. لو هو الجين اللي فيه مشكلة على واحد من الاتنين وعشرين اللي هم اسموهم اوتوسومل لهم نسمي الجينيتيك ديزيز نفسه ايه? اوتوسومل بيزيز. اما انا اقول اوتوسومل معناها ان الجين اللي فيه مشكلة وتنقل به من الابن اقبل ايد او من الام المياب موجود في واحد من الاتنين وعشرين دول. طب جميل. اما لو الجين اللي بايز موجود على سكس كوموزومز تقولي هو بيعفيه حاجة موجودة على الجينات موجودة على سكس كوموزومز بيبقى سكس اوه بس التالي موجودة على اكس اللي هو موجود في الاتنين الوي ده معليهوش هتعرف معاكين هو علي بس حاجة وسيطة خلاله مصدقه ممالش نوعه يعني. المهم الاساس مين? الاكس ده. فلو الجين اللي بايز موجودة على ستكس الكرموزومز انا كان بقى اسميه ايه اسميه اكسلينكت ديزيز. يعني الديزيز الجين بتاعه موجود على سواء في المين او في الفينين. يبقى انا لما اقولك ايه هم الجينيزي الديزيزيز. دول ينوعينه بقى اسمومي بقى. ما يسمش طول السابق اسموم ايه? ها? اوتو قول معي بقى? ها? اوتوثومل. والنوع التالي اسمه? اكسلينكت. لما ارى اوتوثومل ديزيز معاني ايه انا فنت ايه? ان الجين اللي فيه مشكلة وبنقى من الابل للام موجود على واحد من الاتنين وعشرين. ولما ارى اكسل انت معاني ايه? الجين اللي فيه مشكلة وبنقى من الابل للام موجود على الاسل كرموزوم. سابق ايه? طيب. وبعد ايه? نرجع نقسم جنه ايه? ونقسم جنه ايه? انتو قلوكم خدتو حاجة اسمها سالة ديزيزيز. طيب. يجي يقول ايه? هلتفترض ان احنا عندنا قادي الكرموزوم اللي فيه من جين البطايز. وبعدين الجين البطايز اصلا. هو زال شين البطايز? هيتنقل من الاب للابل. لو الجين ده اصلا كان دومي نانت. عايت يعني ايه دومي نانت? يعني سادة. لو الجين ده اصلا عند الاب جين سادة. وحصل فيه مشكلة. لما يتنقل الابن. الابن يزهر فيه ماضي لو ما يزهرش. ها? يزهر. مش الحاجة الدومينات دي. محتاجة صفة. تيجي من الاب بس ولازم تيجي من الاب و تيجي من الام. لازم يجي من الاب والام ولا ده هو سعر في واحد يبقى لو تيه خاص. فهيقول لي ايه? اي واحد من دول يتسمى كده اوتوسومال دومينات او اوتوسومال ريسيسم. والاكس لينكد دي احتمالين. لاما يبقى اكس لينكد دومينات لاما اكس لينكد ريسيسم. طيب. تعالي مرحة جدا. هاسأل انتك جاوة. لو مرض اللي عندي وصفت قولك كده زيبتا عن النهار ده بس. هقولك الامراض اللي بتيجي في الجلايكوشن دي اوتوسومال ريسيسم. انت فهمت ايه? اول حاجة اوتوسومال يعني ايه? يعني الجيل اللي فيه المشكلة على واحد من اتنين وعشرين. صح جدا? المعلومة التانية يعني ايه ريسيسم. يعني ما يظهرش في الدوتا ده الا ازا جاله واحد من الاب بايس وجاله واحد من الام بايس. لان هو ريسيسم. ما يبانش ازا كان الاتنين موجودين. صح جدا? طب لو بتاع الاب سليم وبتاع الام بايس. يبقى اسمه كالي يعني. صح جدا? حامل للمرض. عنده جيل بايس. بس الجيل ده مزهرش الصفة عنده. مزهرش المرض عنده. ليه? لقل له عشان نزهر الناس بتين هو يزين. هو عند واحد بايس وواحد ثانين. ابوب كنين قل ده لعيانه. وعيانه بقى بالصدفة لو هو متجوز واحدة. الجيل بتاعها بايس نزهر عندهم. بس هو يبقى اسمه ايه? هو يبقى اسمه كالي يعني. خلاص كده? يبقى انا يقول لك. اوتوثومال ريسيسب. وبجيها في الامس بيو بقى. اوتوثومال ريسيسب. اقول اوتوثومال يعني عن كو عشين. ريسيسب. يعني مش هيظهر الديزيز عليه انت زمان في الواصل مش هيظهر الصفة. هنا بقى مش هيظهر الديزيز الا لو الجيل بتاع الاب بايس ولو الجيل بتاع الام بايس. طيب. اما لو قلت لك ديزيز اوتوثومال دومينانت. معناها ايه? معناها غلطة واحدة تظهر معه. يعني لو خد الجيل من الاب بايس كفاية. يبقى لو لقيت انا الجيل في الاب بايس وهو وصله. حتى لو بيلاعي الام سليم هو دومينانت اصلا. يعني وجوده يظهر معه العطول. يعني معناه هو يظهر. يا معنى كده. لو حالة اوتوثومال دومينانت. تبقى فيها كالي وانا ما فيهاش. ما فيهاش. لان اي واحد عنده ولو واحد بس ولو جين واحد من الاب او من الام بيظهر معه العمد. يبقى مين فيهم اكتر. الروتوثومال دومينت. وعشان كده الدومينت دول من راح مطبينها بيلا قليلين كده. يبقى معظم الامراض اللي احنا هنكونها هنبقى ايبقى اه اوتوثومال. عشان كده المعرض ما يظهرش عليه الا ازا القطب فيه مشكلة والام فيها مشكلة. وده ايه اوي ناس. عشان كده ايه الجيل اللي بيزيزيزي. انا باجي اقوللك في الاخر انا عرصه تحتفى صدعة في المائة. أوتوثومال اوتوثومال دوملانت اوتوثومال يسيسيسي. اكس لينك دوملانت اكس لينك الاسيسيسي فاهموه. اوتوثومال يعني على اثنو عشرين اكس لينك دا يعني على سيكس الهوموسوض. دوملانت يعني صفة واحدة من اب او من الام تصغر من المائة مفيش كاريب. يعني لازم من ابن ومن الام لو واحد بس يبقى اسمه ايه? يبقى اسمه بكتب على الجزء ده مهم جدا جدا جدا. اما نجري السجل مع بعض الجلايكو شنولسس يلا لا صح صحاقها لغاية دلوقتي كنت بتكلمت حكات مش مقول عمي. بس عليك ده. نبدأ مقلق انت عمان احنا باونكم بحصل فيها. لما كنا منتكلم ده مستهل بقى. لما كنا منتكلم في الجلايكو شنولسس. قلني اين? قلنا ان احنا عندنا جلايكوشة. والجلايكوشن ده. عن طريق انذائم مهمة او اسمه جلايكوشان. فوسفوريوليس. وبمساعدة انذائمز كمان. واحد اسمه جروكان. والتاني اسمه دي. انذائم. عرفنا في الاخر ان الجلايكوشن ده كله. بالتاني اسمه جلايكوشن داه. لا تصرف لي جلايكوشن او معذرتideo جلوكوشن. في الاخر انت غزب بتاعة الجلايكوشن دا ستمها جلايكوشن. ف düny ما اسمه جلايكوشن penbao. انا في بتاع المصل. تقول لي في اتنين بتاع الليفر. يبقى انا لو مشتغل في الليفر هو. هو ده الكلام. طب ولو مشتغل في المصل. نفسي كلم بضي. الجلايكوشن. الجلايكوشن نا. بمساعدة كل الانزائب زي نا قلته في المصل. هيتحول لغلقوس واحد كسين. يبقى سواء في الليفر او في المصل. الكلام ده بيحصل. طيب بنفس الميكاليسة اللي هو طب طب العجوز واحد فوسفيد ده قبل ان هو يتحول لحاجة اسمها atiqueفوس. قال الله لانن يعقة لنا انزائب بنفسا والقسمِ ميوتيز. طيير специوس واحد فوسفيد ده اللي في المصل. الوقت نتحول لحاجة اسمها قريش Levine طب appeals الواحد فوسفيد ده. طب قال له، الولوجوس ده ممكن اطل استخده فوسفاتيز يوم يتحول الدروكوس اه ممكن ممكن ايه اقوله عشانين والفوسفاتيز ده احنا قلنا موجود في اللغة اقوله كده بس صح؟ يعني انا لو جيت على خطوة اللي عبتها هنا كده وقلت الدروكوس او ملاش طبق على كده ولا كنت غضبه دي او تحصلش في المصر ليه؟ اقوله لان المصل مفيهاش فوسفاتيز عشان كده احنا وقتنا في الـ احنا خدناها آخر الخطوة في الـ واحنا يجعين قلنا ان الـ يبقا فيه فرق في تكسير بقي بين اليبر والمصل او في اخي الخطوة في اليبر الـ ممكن يتحول الـ عشان كدنا بين ذاكي في المصل اخر بروضة في مادة اسمها البولوكروس يكسيفوسفير. المصل ما بتعرفش يتحول البولوكروس. ما عندهاش الميكاليزمي ده. عشان كده البولوكروسيد ده في المصل يخش في يمقر. يخش في حاجة اسمها هكسوس بولوكروسفير شانت. اه لان اتنا بنقناها بمادة دي. يخش في حاجة اسمها يوروليك اسر بصويد احتباك. يلجع تاني يبقى جلايكوجين اللي انا مش محتاجه ممكن. بس في يمزل في الدم? لا. ده ينسوا ايه? ها? جلوكوز تكسيفوسيد مش جلوكوز. عشان كده اقول من المصل ده خيلي قوي. الجلايكوجين بتاع حاليها هي. تستخدمها في البصويد بتاعيتها هي. بس اتخلمها. اه لا. ده في كاسوة الجلايكوجين اللي جلوكوز ينزيله في السلامة. ليه الفانق ده? اقول له عشان تنزين من لسنه بروستاتيز. اللي هو موجود في اللبن ومش موجود بين ها? ومش موجود في مصر. يبا اقوله ايه اول فانق ما بين من النيبان وبين المصل. هم? تقول لي يا فانق انا ايجولي اجدوك دوت. ان الانت بروضة تهينا جلوكوز بس الانت بروضة تهينا جلوكوز سيكسيفوسيد. هنا ينزل في الدم. هنا يفضل في المصويد بتاعت بتاع المصر نفسها. ماش كده؟ طيب في فاقي تاني؟ اقول له اه. احنا عندنا من ضمن الانتي انسولين هيرمونز واحد اسمه جولوكا جول صح يا؟ واحد اسمه ايه؟ ادرنالين. تتوقع كده بجرم مشروع احسنان انا هاقول ده بلدي. هم الاثنين دول يعملوا ايه في الجليكو جيلولز؟ يلا بالاسلام اللي احنا دولها زباية. الانتي انسولين دول مصلحتهم يشكلوا الجليكو جيلولز اتوا يوقفوها. 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 ليه ان شاء الله. ها يشكلوها. هو انا عندي جليكو جيلولز يعني ايه? يعني اكسر الجليكو جيل وازود الجلوكوز فين? ها? في الدم? صح كده في الليبه او? ازود الجلوكوز في الدم. وانا الانتي ينسوين دول شغلتهم ايه? نزودوا الجلوكوز في الدم. عشان كده دول اول ما يزهروا معاهنا انا عاوز التصوير ده. يقولك صح. بس ما تنسياش. بص التاني التاني ها? الجلوكا الجون ده يشتغل على الليبه. يعني يزود الجليكو جيلولز دي. اللي في الليبه. ملوش تأثير على المصر. طب اما الادرينالين? اقوله ده وحش ده. يزود الانتين. يشتغل على الليبه عشان يزود الجلوكوز في الدم. وانتو عارفين الليبه بتاع ايه? بتاع الفايدة نصائف عارفينه? اللي هو محتاج المصر باور ومحتاج ان الجلوكوز في المصر يزيد عشان انتو عبتيجي بقى من الكلب اللي انت كنت خانت مني. يبقى معنى كده. ان الادرينالين ده بيشتغل في الليبه. واذا يسعط هنا، يجعل الجلوكوز في الدم. عشان ما تجي ما تخشش فوفствوبه. وبيشتغل في المصر عشان يبدي الجلوكوز المصر طاعف تعمل كونتراكشنا وتجي كويس. بس الجلوكوز ده مش اغال مصر يعني بيزود الجلوكو جيلوز سفين بليبه عشان ما يقولني يقولول الفكين ما بين الجلوكو جيلوز سفين وتخصف فالليبه وتخصف ا matching968. علي الفكات اولا هيا. دي بتطلع جلوكوز دي مطلع جلوكو زيكس في الدم. الفكت بالتاني. دي نعمل لها استيميوليشن الكلوكاجون الاديناليين. خلاص كلا؟ دي يعمل لها استيميوليشن مين الاديناليين بس الكلوكاجونة بشتغلش اعملها. طيب. نيجي ماء ناخد سؤال اللي جيد. كانت أطبعها في الانتحان. وآخرهم كان السنة الامن اليمثال تعطون. سؤال 18 طرق. سؤال مهم جدا مسألة. مهم جدا مسألة. لما هيجينا في الانتحان. الاساس ان احنا هنكتبه هو الاسمات. هو عسلها هتمنفصني الاسمات دي. ويسومات اللي بنتكتبها زي الفيديتكتاب زي اللي بقية. أما يقول الجيليكو جيليسن معناه ان هو ديقول نشرة حبتين. الليجوليشن بتاع الجيليكو جيليسن. والليجوليشن بتاع حاجة اسمها جيليكو جيليسن. اول حاجة احنا بيتفين عليها بالاول سنة ومش هلنتكسرها اما يجينا في الدوشنا لأي حاجة وماتحضرت له في النص جدا حاجة اسمها الـ اول كده عشان يقعف ان انت فاهم وتتعمل ايه اقفش اشتغل على كل اللي درشن مين الكين الزائم هنا؟ جلايكوجين سنسيز مين الكين الزائم هنا؟ جلايكوجين فوس فور يوليز اول حاجة يبقى جلايكوجين سنسيز و جلايكوجين فوس فور يوليز طيب كل اللي عليك في الجوليش هنجيما عندناها مهم قوي الشرط تان من الجوليش بلون جبال يا ناس صنبة خلاص خير مش هكولها خلاص هنا ومش مكتوبة عندك هنتكلم على الشرط تان من فكرة ان كلا هم بالشرط تان من دولك اللي مش اروا عن طريق؟ اكتفائشان كور الاسيبائشان وكانوا لقيت حاجات نشيل او بحط بينهم حاجة اسمها ايه؟ الاسيبائشان الاسيبائشان هنا مش هنتكلم عن الاسيبائشان لان احنا بنخزن الجوليكوس ما مش حاجة في الطاقة هيب اخض اللي جميع عنوان؟ هناخد اعمال اولاني موضي جد وده المهم جدا 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 اللي فيه اسمها اللي يطول مفتوط حط زنه هناخدوشور كلام جديد اوي اعلى والعنوان التاني احنا بتتكلم الشرط ده حاجة اسمها ايه؟ الاسيبائشان عشان ما تنسهاش يبقى انا هتكلف الاسيبائش والاسيبائشان يبقى احنا في الاسيبائشان ده هتتكلم على الشرط تانية بس وهتكلم تلكبائشان يلو فاتكوني انتو مقر بشور حاجة او انا لو اشتركتك وغية zapعال ده هقول ايه ؟ هاس هقول الانزراب الموجود pancakes والله هنا ف desem والاعلاج وسفير دي تقضي الضغط بياني يعني ايه تأكيد. والشكل التاني معني مش وسفير. وده بيبقى ايه؟ اكيد. مين اللي انا بكلم عني ده ده مين؟ الانزايم الكي انزايم اللي هو اسمه ايه؟ جلايكو جنسيس فهنا اعطيه هنا اوه. اشتاب اعني جلايكو جنسيس. جلايكو جنسيس. المذاكر هيحس اللي هو بيجعل اشبوش حاجين. المقال عندي كوفير الانزايم ده ادام بيشتغل بطيارة ايه فاليه توفورم ازاي القلب كده. ارطيب الفوسفاتي بعين قد. اشيل مين من فوسفاتي بقاد. طب يلا مين شاطر بك. ازاي نشيل الفوسفاتيز. بانزايم اسمه فوسفاتيز. والفوسفاتيز ده ده في كل المنهج مين اللي بيعمل له اكتيبيشن؟ الانسولين. انا قلت الانسولين بيعمل له. كل ده احنا بل كده. طيب. المال ده انا عاوز احوله من اكتب لين اكتب. يعني عاوز اضيف فوسفاتيز. مين اللي يشتغل؟ ما؟ تماما. يشتغل الحاج اسمه ايه؟ اقول يشتغل انضايت اسمه كاينيز. الكي سماعيه عشان كل الاضافة في الكاينيز ده. الكاينيز ده اشتغل على مين؟ عمل فوسفاتيز. الكاينيز ده كالبوهيدريت ولا بروتين. هو هنا اسمه الانسولين. انه هو الجنائي فينسولين. فبيسمه ده اسمه ايه؟ بيسمه بروتين كاينيز. استرقوا حاجة كمان مهمة. ايه؟ لون الانسولين ده ايشتغل عشان يشتغل. انا قلت اولوكم بين اللي بيشغلو? الانتينسولين? موضر اللي بيشغلو بانسولين. وده الانتينسولين. ده عشان يشتغل محتاج مادة مهمة قوي اسمها. مايشتغلش من غيرها. اسمها ايه بقى? هنخلنا كتير قوي سنانية. مايشتغلش بالانسولين. يعني معتمر على بروتين كاينيز. يبقى بروتين كاينيز ده اهو? الكاينيز ده اهو مايشتغلش انه في وجود في اسمه المشهول المهم قوي اسمه ايه؟ بروتين كاينيز. قادي هو في الاول في الاخر كاينيز. بس ايه؟ بنوصفها. بنقول انه هو كاينيز بيشتغل على البروتين. ومايشتغلش الا في وجود سايكل كاينيز. طيب. فتسمى سايكل كاينيز ده من البروتين كاينيز. بما لو انا حطيته جيلة وهو اشتغل. يبقى المنظر اللي قدامك ده. المغرب بعد اهو. الاكتب ولا اين اكتب فورو? الاكتب لانه اشتغل. فرح جيلة؟ يبقى انا هكتب فوق كده اكتب. ليه اكتب يا عمي؟ اقول لك انه اشتغل. مش هو ده احطه عشان يحول ده ده. يعني ضف صفتة يبقى هو اشتغل. كمانا ده اكتب. يبقى فيه شكل تاني بيبقى ان اكتب. يبقى انا هكتب نفس الكلمة بس هكتب فوقها ان اكتب. اهو. يبقى هكتب. سايكل ايه اني بي. بس عاوزة نفسها. هو متيز. هو هو نفس الكلام بالزبطة هوا. بس او كده فوق كده ايه? اكتب. طب لو تحولهولي بقى من ال ايه اكتب? لل اكتب فوق. تحولوه. عاوزي. عاوزيه عشان يتحول من ايه اكتب ل اكتب? ايه? ايه? عشان يحولوه من اكتب ل اكتب. بقى انا عاوز مين? شكرا.gener approximation. عاوزيه ع noi س Selfpke depending on voir is Cool. اسم意 ايه اصلي. اسمه systems oxygen volume dipendent. اخو هنا منزل السهم كده? واقول له ليحولوه من ايه اكتب لاختب اللي يشغله Cycle coke. لان هو اساسا اسمه Cyclegai dipendent. مايشتملش لا في وجود Cycleneh ايه اكتب هقوله عاصلة Cycle ign oboe nya هو ليحولو من ال ايه اكتب فهلا مشام المشكلة طب Angeles . اخواش مشكيه الضep characters. البلقة السؤالي, هو الس�يكل تيم بيدا بيجي من إيه? أقولو بيجي من الإيتي بي السيكل تيم بييدا بيجي من الإيتي بي. بيجي من الإيتي بي produit í عند ضرير انضيف اسمه? أقولو عند ضرير انضيف اسمه أدينايل سايكليز لي ناسي يسموها chords صح أدينايل السايكليز attend أدينايل علشاناء يقدر اسمه عمله سايكل يبقى اسمه سايكل ANB فيسبوه كده يبقى الانزام اللي يحاول ETB لسايكل ANB اسمه جولا يبقى الانزام سايكلية بيشتغل عليه الانتينسر يعملونه سايكلين سبحانه الله يبقى الانتينسر نجول بيشتغل الناس مالي هنأخذنا بتاع ساعة طبعات السريع هي هنصر اسمه بالنزام هي بتتشريح من تحت الفوق يا ما تيجي تتبقى تتبقى ايه من فوق لتحت بصوا معنا انتينسولين بيشتغل على مين ها زي ما قلتلك الانسولين بيشتغل على فوسفاتيه التساهل ده الانتينسولين بيعمل انتينسولين بيعمل انتينشها يمين ادمال سايكلين لك اذا امعان يوم الانتينسولين بيحاول ETB سايكل AMB يوم سايكل AMB بيحاول الان اكتب سايكل AMB بيحاول ان تبقى الانكتب يحط البوسفاتيه طيب بصوا معايق طبعنا نفسك بعيدا الانسولين انت تعمل تيتمتحل عشان تأكد انت صح الانسولين يعني الان تقلقكم المطلوب انت كنت تخيل الانسولين مصلحته ان انا اخذ الجلوكوز في حزنه ولا كسر الجلوكوز والميه في الدم. اخد الجلوكوزة خزن يبقى بيعمل استيميوليشن للجلايكو. جل ما عاش اعمل الطب دي. لا عطل انت فاهم بس. الجلايكو. الانسولين عاوز يقلل الجلوكوز اللي في الدم. يبقى يخزنه. في اللغة وغل مصر. يبقى مصلحة الانسولين ان هو ينفضل الانسولين اللي قدامي لها. مصلحة الانسولين ان هو يزود الجلايكو جلس. مصبوط. طب ونقال في انسولين. ده شغلتهم يعلل الجلوكوز في الدم. يبقى من مصلحاتهم يسبوه في الدم. ما ياخدوهش يخزنوه. يبقى من مصلحة الدول ان هم يعملوا انهيباشا من الجلايكو جلس. يا رب اللي مشتهد بيك. طبيعي. الانسولين هيقلل الجلوكوز اللي في الدم. يبقى يمجل خزنه. يبقى يزود الجلايكو جلس. الانت الانسولين عاوز يجلوكوز دميسي وما خزنوش. طب تعالا راجع نشوف هل الكلمتين اللي لانا تذبكم دولي. فعلا كده ولا لا? يلا قولي كده. هو الانسولين لما ينشط الخصفاتيز. ايه اللي يحصل? راجز ما عشان تحفظ. يحصل. يحاول النزاج من ايه? اكتب باك. هو الانزاج ده لا بيبقى اكتب. يحصل ايه? ايه صاح جد. يعني الانسولين فعلا بينشط الخصفاتيز. لان هو هنا انا سانتو بيجتمع عن خصفاتيز. يوم ينشط الانزاج ده لايكو جلسيز يخزن الجلايكو. طب تعالا جميع عكس. يلا. الانت الانسولين لو اجتمع عن ادماء سايكيليز. يحاول انت بي سايكيين بيه. طب سايكيين بيه لو نزل هنا يحاول الان اكتب للانزاج. طب الانزاج ده لاو اجتمع يعمل ايه? يحاول الانزاج اللي بيخزن من اكتب لين اكتب? يقوم يحصل ايه? يبقى صح لان انا كذب ومصح. يبقى انا في الاخر بعد ما شوف الاسمة اكتب كي بتنتبه تحتها. كده الانسولين عمل استيميوليشن للجلايكو جلسي. والانت انسولين عمل العكس. طب نيجي بقى على الخطوة التانية. نيجي على الاسمة التانية هي الاخر بحاجة. بصر مع ايه. هنعمل الانسولين هي بقى يقولي للجلايكو جينوليسيز. بنفس الطريقة. بص جدا? ادل انزاجن. اللي بناك نحاسي مزايا عشان تهتاسي مزايا او تناجع عاملت. لان الاسمتين مزايا بعض. يبقى عشان مخبص. الانزاجن هنا بقى. الانزاجن هنا اسمه ايه اولو هكيب اهو. اسمه جلايكو جين فوسفوليوليز. جلايكو جين فوسفوليوليز. انا كذبه فوق بعضو. شايفين? هنا بعين اهو. يشو تصبع. عشان الاسمه تجيل الدين. وما نفس الفكرة اصرفوا التخليفيني. بصوا بقى هنا. هتكتب على الاسمه دي بالبونطر عيب ده. ازا قولي عشان هتقولي شوية. اقولي حسة هاقولك الكلمة دي. هقولك قولي يفكرني كده. اهو. ازا قولي الانزايم الوحيد. في شبط الانزايم الوحيد. اللي هتيجي في بتاع وتعكسه. تقولي ايه? تقولي ايه? تقولي ايه? فوسفيدีبقى اكتب الوحيد في الكام موعة ايضا ها اتقولي في یكده يعني كل الانزايم زي العالم ده هوا لو شل تبقى الفوسفيد تبقى اكتب لو حططيا الجبسفيد تبقى ده ايه تبقى اكتب في حطيت الفوسفيد ر و رطيتها تبقي اكتب الوحيد اللي لما معا الفوسفيد يبقى اكتب وما عموش يبقى اكتب حادي يقعب لا يا? او هو اسطر جلده في الفوسفيد يعني هو عشان يجتقن بياخد الفوسفيد يضيفي jobs واحد. يعني معنى كده ان وقود الفوسفيد مهمة جدا لجوره. يبقى الوحيد اللي لما يبقى عالفوسفيد ما اطلافتش دي اسمه كده اسمه فوس كيوليز لما يبقى عالفوسفيد يشتغل معهوش ما يشتغلش. كان بالفاب هاته الاسمه تقري ما هيا. هو مين اللي يشير الفوسفيد. اسمه ايه؟ فوسفاتيز. نفس الكلام بقى خاص يعني احنا hanحنا الصبوة نفسها حفظ. مين اللي يشير الفوسفيد؟ اقول له فوسفاتيز. هو مين في ما همكونوا بيشترع عالفوسفاتيز؟ اقول له الإنسولين يبقى الإنسولين هيعمل اكفيفيشن للفوسفاتيز طيب ومين اللي يضيف الفوسفات؟ اقول له كينيز اللي يضيف الفوسفات كينيز هل مانك؟ الكينيز اللي هنا اللي كان بيعمل خطوة دي اسم ايه؟ سايكلة دي مانك بيضيك كينيز هنا باسم الإنزايا فوسفوليوليز يبقيها كينيز قال لك كينيز بتاع الفوسفوليوليز فوسفوليوليز كينيز فوسفوليوليز فوسفوليوليز كينيز يبقى للج Lapina فوسفوليوليوصي كينيز بص الفوسفوليوليس كينيز دا زيه زيه يش depend expense للناس يبقى اقول له يعني لو عليه فوسفيرت لو عليه فوسفيرت خلاص كده يبقى اكتب ويبقى اكيد فيه شكل تاني معليهوش فوسفيرت اهو اهم الحاجة ما تتكونيش اكبر اكبر فوسفوليوليس كينيكس فوسفوليوليس كينيكس معليهوش فوسفيرت اهو اقوله يبقى اين اكتب زي وزي يا حبيب اللي قشتب عايير ده خلاص? يبقى الان الوقت اللي اللي لنجع ده كده اللي حطه عليه فوسفير مش ايه بقى مصريكيليتين بيه لا واحد تاني اسمه فوسفوليوليس كينيكس وده هو زي ده بالزارة يبقى ما اسمه دي ايه ايه اكسيبشن واحد زي ما ده الاكتب فوم بتاعه اللي علي فوسفيرت اللي بيتنشطه هو بضل الاكتب فوم اللي بيه فوسفيرت طيب نكلمش. مين اللي يشي لي الفوسفيت؟ يلا. احنا مش فوسفاتيز. تاني واحد تاني. فوسفاتيز. ما تساش. تقوليش على كنا اتناه بردين. ومين اللي مش تقع الفوسفاتيز؟ إنسولين. هو اللي بنشط الفوسفاتيز ده. طيب يا مين؟ انبال مين اللي يضيف الفوسفيت؟ كاينيز. اللي يضيف الفوسفيته على الانظام التاني. مين? يقول لي كاينيز. اولا كاينيز ده بقى اسمه سايكلك ام بي دي بنتين كاينيز. لو مشتغل هنا بقى. زي اخو ده. يبقى هنا اسمه كده. سايكلك اي ام بي دي بنتين كاينيز. طيب السؤال. المنظر لقى هلو ده اكتب ولا ده اكتب? اقول لقى ده الاكتب لقى المشتغل. طباس. يبقى ده اكتب. يبقى فيه شكل ثاني ايه? الاختب. اذا اكتب. ايه؟ ارخي شكل تانيييه? ايه؟ اقتب. شوية بس zone. شوية بس. سايكلك ايه؟ ايه؟ بنبن. وهي قامل عالطبية والله مش عندك. يعني ايه? احنا كلها مغربين عليه. خلص. يعني كم هلانك في اوروبا قدوموا بتقدموا ععمش كيل حالصة. عندو ايه؟ بيت باي بيت. هو باكتب. انها عاقرب لقدر بيت. هل رفتش مصموء ايه؟ الاختب و ايه؟ عشان يتحول من الوقت الوقت بمحتاج نفس الكلام بق السايكل السايكل بيجي من ايه? عن ضريق انزيم اسمه آزينيل سايكليس تفاهروا ما تشوف كبه اللي آزينيل سايكليس ده ميني بيشتبع عليه يعملوا الآن سايكليس الحمد لله يبقى ملخص الله هو ايه الفرقCL اول فرق ان الرسمة دي يعني لما حط الفوسفين يبقى أكاد الفرق التانى اقوله والساسمة دي زي Zainzyn ها hungry هو الى كينز اشتغل عليه انسلين الاول اسمه كاينيز والكاينيز ده هو اللي اشتغل عليه السايك اللي يجي بيجي منك. يبقى لا هنا زايد واحدة. زايد انسلين. طيب. يبقى لو سألتك. من غير الراسمة خالص. الانسلين يعمل ايه? سيبك بالراسمة خالص. انت فكر كده مع نفسك. وقولي الانسلين ده. عشان يعمل شملانته صح. ينشط الجلايكوجينوليسز ولا يوقفها? هقوله الانسلين مش عاوز الجلوكوس في الدم. عاوز الجلوكوس دي اهل? والجلايكوجينوليسز دي بتكسر الجلوكوس وتنزله في الدم. يبقى نازم يوقف. يبقى لو مفوض من تفكيري كده. هقول الانسلين بيوقف البصوية ده. طيب. والان دي انسلين. هقوله ده شجلتهم يقطعوا جلوكوس في الدم. يعني يكسروا الجلايكوجين ويموك الدم. يبقى المفوض هما يشتغلوا على التكسير ده. هما اللي كسروا. واجعني يجعب. شوف انت كده سنت صح ولا غضب. تعالى شوف الانسلين بيوقف ولا. قد الانسلين اهو. لو نشط الفوسفاتيز يعمل ايه? يحول الانزائم من اكتب لانك يوقف البصوية. صح. قد الانسلين اهو. لو اشتغلوا عن الفوسفاتيز يعمل ايه? ها? يحول التكينيس ده من اكتب ليه لانك? والاكتب ده هو اللي بيعمل اكتباش. يراعني كده الانزائم ده هيفضل? انك. خلاص. تعالى على البعض. الاندى انسلين. المفوض يزور البصوية. امشي معاك لك? الاندى انسلين بيشتغلوا على? اه دي وقت سايكليز. يوم الانت بيتحول? سايكلي كامبي بيت. يوم سايكلي كامبي بيتحول اللي ينكتب ليه? اكتب. الاكتب ده يحول اللي ينكتب? لا. الاكتب ده يحول اللي ينكتب? لا. يعني في قبل وصلت الاكتب مين? جيلايك وشنفوس فولي وليستك. ما هيك فصلا بي? يلا. اشتركوا في القناة